السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هشرح لكم برنامج يوتيوب ستوديو وهشرح لكم ازاي تختاروا اسم القناتكم يحقق اعلى نجاح لها وهعرفكم ازاي تعملوا قوايم تحقق لكم اعلى نسبة مشاهدات واكتر وقت ممكن وهعرفكم ازاي تحصلوا على عدد مشتركين بشكل سريع وبشكل رسمي وهعرفكم اصرار برنامج اليوتيوب ستوديو اللي غايبة عن الناس وهعرفكم ازاي تستفادوا من برنامج يوتيوب ستوديو في ان انتو توفروا كمية الانترنت اللي انتو بتستهلكوها الناس كتير بتشتكي ان الباقة بتخلص بسرعة ومش عارفين السبب بسبب ان هما بيشتغلوا على منشئ حوار او ان هما ليهم قنوات في اليوتيوب كل الحاجات دي هعرفها لكم النهاردة في الفيديو ده عن طريق هنشرح مع بعض اصرار برنامج يوتيوب ستوديو لمنشئ المحتوى او لاصحاب قنوات اليوتيوب اتمنى منكم اي تساؤل يكون في التعليقات واي حاجة مش فهمينها اوضحها لكم وان شاء الله في فيديوهات تاني بتعرفكم من البداية ازاي تنشئ قناة وازاي تشهرها وازاي تحقق اعلى عدد مشتركين واعلى وقت لقناتك وازاي تتجاوز الشروط في اقل فترة اللي هي يعني اليوتيوب بيديك سنة انا هعلمكم مع بعض بازن الله ازاي نتجاوز في ربع المدة دي بازن الله تكونوا عملته اكتر من الف ومشترك واكتر من اربع تلاف ساعة وان شاء الله بالتوفيق للجميع وبازن الله يكون الشرح ممتع ليكم وسهل وهنتعرف حلقات تانية ان شاء الله عن شرح ازاي اوصل لعلامة الدولار وازاي اعرف قناتي هتحقق كام دولار شهري وكم دولار سنوي البرنامج بيجي بالشكل ده فيه لوحة البيانات وفيه الفيديوهات وفيه قوائم التشغيل وفيه التعليقات اول حاجة هناخد لوحة البيانات لوحة البيانات بالشكل ده اللي قلنا عليها بندخل على العرض المزيد فيه النظرة العامة فيه العصور على الفيديو ناخد اول واحدة ونشرحها النظرة العامة مشاهدات الوقت الفعلي لما نضغط عليه هنا سبعمية واربعين لو بصنا هلاقي فيه هنا تمانية واربعين ساعة لو غيرنا الرقم ده هنخليه اخر ثلاث شهور مثلا او اخر سبعة ايام اللي همين اللي هي اخر تلتمية خمسة وستين يوم اللي هو الوقت اللي هي حاسبني عليمين اليوتيوب بشوف ان عدد المشاهدات عندي في الفترة في مارس ومايو يوليو ان اكتر وقت ان اكتر وقت قناتي كانت شغلة فيه كويس في شهر يناير بالشكل ده نقدر نجيبها يناير في اليوم ده ده كان اكتر وقت قناتي شغلة فيه كويس ده بالنسبة لعدد المشاهدات اما نعمل رجوع تاني فيه هنا المشاهدات في الوقت الفعلي واكتر فيديوهات عندك حقاية وقت وقت المشاهدة بالدقايق هو ده اللي احنا بنهتم بيه بدل تمانية وعشرين يوم بنخليها اخر تلتمية خمسة وستين يوم بيطلع عندي تمانية وسبعين الف متين تلاتة وتمانين لكن لما نلاحظ هنا مكتوب بالدقايق هنا مكتوب بالدقايق فبنعمل ايه بنفتح القلة الحزبة وبياخد الرقم اللي كان موجود عندي هنا اللي هو تمانية وسبعين الف متين تلاتة وتمانين وبقسمه على الستين اللي هي الدقيقة اللي الساعة فيها ستين دقيقة بيطلع عندي الف تلتمية واربعة ساعة ده وقت المشاهدات الفعلي اللي حققته القناة بتاعتي اللي هو يعتبر من ضمن الشروط الشرط الاول يكون عندك الف مشترك الشرط التاني تتجاوز او تجيب اربعة تلاف ساعة في خلال اخر اتناشر شهر مش من يوم انشأ اقل القناة لا اخر اتناشر شهر تمام انا لحد الوقتي محقق الف تلتمية واربعة نرجع للبرنامج تاني ده في اخر تلتمية خمسة وستين بعد كافي عندي عدد المشاهدات عدد المشاهدات لما بنغير برضو تلتمية خمسة وستين بلا ان القناة متعتي عاملة تسعتاشر الف متين ستة وسبعين مشاهدة يعني في الفيديوهات الناس دخلت عليها تسعتاشر الف مرة وكسور طيب متوسط مدة مشاهدة اخر تمانية وعشرين هنخليها اخر تلتمية خمسة وستين هلقي ان عندي في اخر تلتمية خمسة وستين ان في فيديوهات عندي حققت اربع دقائق وفيه ممكن تزيد او تقل لكن المتوسط العام كان عبارة عن اربع دقائق بعد كده في عندي المشتركون بيزيد امتى وبيقل امتى لما بدوس على التاريخ نفسه وابتدى كبر وصغر بعرف الايام اللي كانت قناتي بتزيد فيها في المشتركين او بتقل في الوقت زي كده طبعا بيرجع بيرجع ان انت نزلت فيديو جديد والناس اللي فعلت عندك الجرس بيبتدوا يدخلوا عندك وبيشوفوا الفيديو الجديد فكل ما بتنزل الفيديو جديد وتكون الناس ما فعلت الجرس وكل اشتراكات الناس بتخش تشوف قناتك في الوقت ده بيزيد مشتركين لانه ممكن بيعجبوا بيبعثوا لصاحبه بيبعثوا لقريبه واحدة بتبعتها لابنها كده يعني بيحصل فيه تبادل فالفيديو بتاعك بيبتدي حقق مشاهدات عالية فهو ده الوقت اللي ممكن نقول ان هو بيزيد فيه المشتركين نرجع تاني بنقول المعجبين وغير المعجبين يعني الفيديوهات بتاعتك مثلا في 365 يوم في ناس الفيديو عجبها وفي ناس ما عجبهاش الفيديو نشوفها اوضح في الاخر تسعين يوم اللي هو تلات شهور هلاقي ان اخر تلات شهور كان عندي نسبة تسعة وتسعين ونص في المية الناس معجبة بالفيديوهات في خمسة في المية مش معجبين فطبعا دي حاجة مهمة انك لازم تنتبه الفيديو مش عجبهم ليه يترى التصوير يترى المحتوى يترى الصوت لازم تراجع ده بحيس ان انت تحقق اكبر نسبة اعجابات تفيدك في ان القناة تظهر اكتر لناس تاني في عندنا اهم الفيديوهات دي برضو مهمة ان احنا بنشوف عندي فيديوهات حققت هنشوف في التاخر التسعين يوم هلاقي الفيديوهات بالشكل ده هي اللي حققت مشاهدات اعلى كسبت منها وقت مشاهدة اعلى يفدني بايه يفدني ان المحتوى بتاعك اللي موجود يعني انا عندي مثلا فيلم البتاو بتاع خبز الصعيد دوا ده كان اتعمله دعاية كتير على الفيس وتعمله مشاهدات كتير على الفيس عشان كده كان في ناس كتير دخلت واشتركت او عجبها وشاهدت الفيديو للاخر بعدها التوست السهل لان انا كنت منوه عنه في كزا فيديو يعني كان في فيديو بناخد البطاقات بنعملها اعرفكم بعد كده ازاي بنعمل البطاقات وازاي بقترح فيديو على المشاهد انه يخش يشوف فيديو تاني وفيديو تاني وفيديو تاني بحيس ان هو فيديو يجيب فيديو يجيب فيديو من قناتي فبالشكل ده انا بحافظ على المشاهد اكتر وقت يفضل موجود عندي بعد كده في عندي بعد اهم الفيديوهات هندخل على العصور على الفيديو العصور على الفيديو معناها مين بالزبط اللي ليه الفيديو بتاعك وليه ازاي طبعا دي بتفيدك ان انت اذا كان اول حاجة مثلا قوائم التشغيل انواع مصادر الزيارات الزيارات جات منين فهنا اول حاجة بتقول لي جات عن طريق قوائم التشغيل قوائم التشغيل دي انت هم بتعمل لنفسك قوائم تشغيل بتضيف فيها الفيديوهات ما لم يكون forwarded ان في اكل بتعمل في البيت اللي هو الواجبات وفي الحلويات والكيكة والتورطة فانا ممكن اعمل قايم التشغيل بتضم الاشادئ مثلا زي الطبيخ والطواجن اعملها في قايمة واعمل الحلويات والكيكات في قايمة بحيث ان اللي يدخل ليس كله يدور على طبيقه وليس كله يدور على الكيك لكن كله واحد له اهتمام فأنا سأحدد له اهتمامه في مكان معين تفرج على هؤلاء خمس فديوهات فبالشكل ده سأحاول أنه سأتمسك بي وهو يتمسك بي انه يفضل بشاهد قناتي بعد كده ثاني حاجة الفيديوهات المقترحة الفيديوهات المقترحة سأحاول أنه عندما تقوم بذلك تضيف بطاقات أو اكتراحات وهو يشاهد الفيديو المشاهد بيجيلك تراح في فيديو تاني ممكن يعجبك فبيدوس عليه من خلال الفيديو بتاعك وبالشكل ده بيتنقل الفيديو التاني او بيعمله للمشاهدة لاحقا وده بيفيدك انه بيحافظ عليه ميزات التصفح لما بنشوفها اللي هو ان انت بتحاول تشهر قناتك عن طريق ان البحث يكون كلمات سهلة زي مثلا التوست فانا بعمل التوست وبشوف اكتر فيديوهات الناس عملت التوست كابتتكلم عن ايه كانت كتب عنوان ايه بحيث ان لما مثلا انا كتب التوست ويسكيت ما اتكلمتش حاجه تاني فلدخل يدور على التوست ها اظهر معاه لكن لو خمسين في المية كتبين التوست ومية في المية كتبين التوست السهل يبقى انا لازم اكتب التوست السهل عشان اول كلمة الناس بتدور عليها التوست السهل ابتدي اطلع معاه بعد كده في عندنا بحس اليوتيوب فيه ناس بتدخل تبحث باليوتيوب فلازم تعود نفسك ان انت لما تشارك حاجة مع احد ان احنا نحاول نفعل مزة البحث باليوتيوب مثلا قناتي لما حد بسألني عنها بقول له اكتب بس في بحس اليوتيوب او في بحس جوجل اكل بشوات بتظهر تمام بعد كده فيه صفحات القناة اللي هي صفحاتك على الفيسبوك صفحاتك على الاستجرام لازم بتنوها عن الفيديو هناك فالناس لما بتشوفوا وتشوفوا الرابط بتضغط عليه بتروح بتتنقل اليوتيوب بالشكل ده الصفحة بتساعدك ان انت تحقق انتشار اكتر مصادر خارجية بتبقى لها حاجات كتير اشعارات 7% اللي هو الناس اللي انفعلين الجرس ووصلوهم اشعار وصلوهم اشعار ان القناة نزلت فيديو جديد فبالتالي بدخلوا بيشوفوا الفيديو يبقى دي عبارة عن اشعارات في صفحة قوائم التشغيل حكينا عنها وفي ميزات يوتيوب الأخرى طيب دي انواع مصادر الزيارات فانا من المفترض اني شايف هنا ان اكتر حاجة بتجيب لمشاهدات هي المرواحد قوائم التشغيل فانا لازم اهتم بيها كمان في عندي بحس اليوتيوب واخد نسبة قليلة اقل من 5 تقريبا 4% يبقى لازم ان انا ازود النسبة دي نرجع تاني ونشوف اهم المصادر الخارجية بتاعتي اهم المصادر الخارجية دي برضو بتفيدك ان انت شغلك زيادة فين وقليل فين واشوف الزيادة وانا اميها واشوف الالي اللي وحاول ان انا ازودها بحيث ان هي كمان تحقق لي نسبة عالية اول حاجة الفيسبوك قلتلكم زي ما انا عندي فيديو قبل كده كنت منوها عنه وعندي صفحة او اتنين او تلاتة او صفحات اخواتي وصفحات قريبة كله بينزل مثلا فيديوها بتاعتي في اليوتيوب الفيسبوك لما يكون على الرابط لي الناس بتدخل اكتر حاجة لي الواتساب ان انا بشارك الرابط بتاعي مع حد فبيدخل من طريق الواتساب فبالشكل دوا الواتساب في المرتبة التانية فدول حاجتين عندي انا باهتم بيهم لو بصنا تحت شوية هنلاقي الجيميل ان انا بابعت الرابط بتاعي بالاميل لحد تاني بحيث ان يدخل ايه عليه ويشوفه خلاص كل دي حاجات موجودة عندك في التليجرام في الواتساب نرجع بعد المصادر الخارجية في اهم عبارات البحث في اليوتيوب الناس وصلت لك ازاي الناس وصلت لك ازاي ازاي عرفوا ان ليك قناة اكتر حاجة عندي انا باخدر تقريبا نسبة الربع هي كلمة اكل بشوات بالشكل ده انا عوز انصحكم بحاجة اي حد بيفكر ان يعمل قناة على اليوتيوب يهتم جدا بالتالي اول حاجة اتقرب بنا وانت بتعمل القناة لازم يكون محتواك هادف لازم يكون هادف حتى لو ما حققتش منه ربح مدي ما تحققش منه زنوب وما تحققش منه تفاهى وتضيع للناس وقتها لازم يكون محتوى هادف دي اولا ثانيا حاول تختار اسم القناتك يكون مش موجود قبل كده يكون بحيث ان لما دور في اليوتيوب يطلع اسمك انت هوريكم مثال عملي هنفتح برنامج اليوتيوب العادي ده برنامج اليوتيوب تمام هندور مثلا انا داخل بحساب تاني عشان اوضح لكم الفكرة وتكون اسهل هندخل هنا في البحث وهنكتب اكل بشاوات وندور نشوف هيطلع ايه بالنسبة للاكل بشاوات بصوا اول حاجة طلعت القناة لان انا مشترك فيها لكن لو عملنا كده ضغطنا هنا على علامة الفلتر نشوفها تاني علامة الفلتر فوق اهي وخليت الترتيب حسب مدى السلاء هنخش على النوع ونخليها قناة ونقول له تطبيق هلاقي عندي كلمة اكل بشاوات اللي انا بحثت عنها بالزبط هي اللي طلعة اول حاجة اللي هي قناتي اللي بتكلم عنها اللي هي دي بعد كده مش هلاقي اي قناة تاني ليس هناك نتائج اخرى في اخر شي اهو ليس هناك نتائج اخرى معناها ايه ان الهدف بتاعي انا ماشي صح لكن مثلا لو دورت مثلا هنقول ايه ااا اكل مصري نشوف هيطلع معنا نتيجة ايه هدور هنا في الفلتر ولازم اغيره كل مرة وقول له النوع انا بدور على قناة وليس فيديو او شي وقول له تطبيق شوفوا اكل مصرية اكل مصري مطبخ الاكل المصري اكل بيتي تمام فلازم لما اجي ادور ودي في اكل مصري تاني ودي في احلى اكل مصري وفي اكل مصري وهلاقي كتير اكلات مصرية خلاص يبقى لازم لما اجي ادور على اسم للقناة لازم اكون بجيب حاجة مش موجودة بحيث لما حد يدور يجبني انا بس تمام دي نقطة مهمة جدا جدا محتوى هادف تاني حاجة تختار لقناتك اسم مميز يبقى اول حاجة اهم عمرات البحث لما الناس بتدور جات لي ازاي قال لك جات لك انها بتكتب كلمة اكل بشوات بعد كده ممكن انا اعمل هاشتاج فيه لو لاحظنا هنا كلمة اكل بشوات واغضة 27.5 وفيه اكل بشوات تاني واغضة 1.3 من 10 ليه لان هنا بألف بالهمزة وهنا من غير همزة هنا من غير همزة وهنا بالهمزة بعد كده دي كلها الكلمات اللي انت عملتها كلمات مفتحية او زي هاشتاج او حاجة واغضة trend فانت لازم ايه تدخل كلمة في صندوق الوصف عندك بحيث ان هي تشهر قناتك لازم لازم ندور على trend في الوقت ده واخد ايه طبعا في ناس كتير بتدور على مخبوزات زي ما احنا شايفين كلمة مخبوزات وفي ناس بتدور على غير ذلك اللي هي 63% بقى في حاجات تانية انا ما كتبتهاش والمفروض ان انا نمي نفسي ابتدى اشوف ايه هاشتاج اللي ماشي وايه الحاجة اللي مرتبطة بيني وبين الناس عشان قدر اكتبها عندي عشان تحقق لي نسبة مشاهدة عالي هنرجع تاني اهم الفيديوهات التي تقترح مشاهدة المحتوى التابع لك يعني مين الفيديو عندك اللي كويس جدا والناس عجبها جدا والناس مباهرة بيه ومبسوطة بيه بدأوا لما شافوه اشتركوا في القناة وراحوا داخلين لبقى الفيديوهات عندك عشان يتفرقوا يشوفوا انت تفكيرك ماشي لحد ايه انا عندي مثلا فيديو البتاوه تمام اهم الفيديوهات اللي هي بتوقع ايه نشوف تاني اهم الفيديوهات التي تقترح مشاهدة المحتوى التابع لك الناس لما شافت البتاوه وشافت التوست عجبهم دخلوا يقلبوا في القناة دخلوا يقلبوا وشافوا وبدأوا يتفرجوا بدأوا يعملوا اشتراكات يبقى انا لازم اهتم بالفيديو اللي هو بيحقق لمشاهدات طيب بالنسبة مثلا في فيديو تحت زي اخر حاجة مثلا اه ازاي يعمل اشتراك في البيت ليه عمل اقل من نص في المية يبقى الفيديو ده كان في حاجة مش قد كده او ان انا محططش في البطاقات او انا محططوش في فيديوهات مقترحة او ان هو يقترح باقي المحتوى بتاعي يبقى لازم ان انا ايه اعدل واشوف نفسي ماشي ازاي عشان اقدر ان انا احقق نجاح للقناة نرجع تاني ونشوف اهم قوائم التشغيل قوائم التشغيل دي قلنا اللي احنا بنعملها بحيث ان انا بقسم زي ما احنا شايفين تحميل بواسطة اكلات باشاوات ان انا بحاول ان انا قلم فيديوهاتي في اجزاء بحيث ان الناس اللي تدخل عندي اللي بيدخل على الكيكا يلاقي قايمة يشتغل بها ويتفرج عليها كلها واللي بيدخل على اي حاجة يلاقي عندي قايم جهزة لي تاني حاجة مثلا اكلات ان انا كنت عامل قايمة اسمها اكلات وشين اختي عملت قايمة وكانت علشان تثبت ان هي اي ان هي شغالة معايا تمام فكانت عامل واحدة اسمها وشين والتانية كان اسمها اكل باشاوات وبس كنت مجمع فيها فيديوهاتي كلها هي دي قوائم التشغيل هندخل على حاجة تاني اللي هي الجمهور لازم اشوفه الجمهور اللي بيتفعل معايا مين عشان اقدر انامي قاناتي اول حاجة عندي جنس زكر باخد نسبة خمسة وسبعين في المية بالرغم انها قناة طبيق قناة يهتم بيها السيدات يمكن عشان معزم اصدقائي انا زكور او رجالة فهم بيتفرجوا يعني ايه كمجملات لي او ان هما بدأوا يبقى عندهم وعي ان انا عندي القناة فلما بيجي لهم اشعار بيخش يتفرجوا ويشوفوا ايه الجديد العمر هلاقي اكتر حاجة عندي من خمسة وعشرين لاربعة وثلاثين ومن خمسة وثلاثين لاربعة واربعين يعني نقول نسبة من خمسة وعشرين لحد اربعة واربعين دول الناس اللي هما بيشاهدوا الفيديوهات بتاعتي معنى كده ان انا لازم اعمل ايه لازم اعمل حاجة تجذب باقي الناس اجيب اكلات اسهل بحيث ان سن طمانتاشر لاربعة وعشرين يبتدي يعلم معي واجيب اكلات مثلا من سن خمسة واربعين لاربعة وستين في اكلات بتبقى مهمة اللي هي بعيدة عن الدهون اه مشويات الناس بيدور على الحاجات اللي هي ايه خلاص وصلوا لسن بيدور على الحاجات خفيفة ما بيدورش بقى على طبيق ولا كاكات تقيلة ولا سكريات زيادة فلازم ان انا ابتدي اعدل في قناتي وابتدي ازود النسبة بتاعت الناس دي ليه لان انا لو دول دخل مية بس في سن مثلا خمسة وعشرين سنة انا كازبان لو دخل معي مية تاني عندهم خمسة واربعين سنة واربعة وعشرين سنة انا كازبان كل ده لازم ان انا ابص ليه اهم البلاد اللي بتشاهد المحتوى عندي مصر وقطر والمغرب وفرنسا تمام يبقى برضو لازم اعرف ان انا مسلا فيه تأصير في مكان معين لازم ازودهم اه بعد كده المحتوى التفاعلي حلو ده المحتوى التفاعلي عدد مكرات على الجملة المحفزة بتزهر كل مرة دي بتبقى عن طريق ان انت بتعمل بطاقة لازم في كل فيديو انا عملتها في فيديوهين تلاتة عشان كده ندائج مش واضحة كويس لكن مسلا اهم البطاقات هو مش موجود هنا في التمانية وعشرين لكن لو عملتها مسلا في خلال لتسعين يوم لا تتوفر بيانات لهذه التواريخ ليه لان انا ما زودتش فواحد لما حط فيديو واحد في بطاقة بعكس ان انا حط كزا فيديو في بطاقة قوائم التشغيل عندنا هي عدد مرات مشاهدة قوام التشغيل مية سبعة وستين مرة مشاهدة الفيديو في قوام التشغيل شافوه الف وربعمائة مرة يبقى انا استفدت من قوائم التشغيل اهم قوام التشغيل عندي موجودة تحت طيب هنرجع تاني بقى هنا ونشوف دي كانت لوحة البيانات اشوف الفيديوهات الفيديوهات بقى بيجيب لك فيديوهات قناتك كلها من ساعة ما بدأت لحد وقتنا الحالي كل فيديوهاتك موجودة هنا تمام الترتيب اول حاجة في هنا كلمة كل الفيديوهات في مسواد دا اللي هو كان فيديو انا كنت عامله وما نزلتوش او معلقتش علي باي حاجة مش موجود طيب في عندنا عام اللي هو الناس كلها بتشوفه ده الفيديو اللي الناس كلها بتشوفه وبياخد مشاهدات وبياخد تعليقات وبياخد اعجابات في عندنا هنا غير مدرج غير مدرج زي انا عندي الفيلمين دول لان فيلم الجاتوه مثلا كان جاء عليه مطالبات لاني كنت حاطت موسيقى اللي هي فيها حقوق ملكية فطبعا كان قدامي حل من اثنين يغير الموسيقى بموسيقى بحطها لليوتيوب وبالشكل ده انا بلغي الكلام خالص من الفيديو بتبقى موسيقى حتى الصوت اللي بيعمل الاكل او بيعمل الموضوع مش هيبقى ظاهر فانا قلت لأ خليت دلوقتي لما شوف حل تمام وفيلم اللي بتتوه برضو كان نفس الحكاية بالرغم ان انا عملته تاني بس عشان كان فيه غلط فاضطرت ان انا لكنه وعملته واحد تاني الخاص دي بقى اللي عاوزكم تهتموا بها جدا انا دلوقتي قناتي مثلا فيها عشرين فيديو وانا عملت منتاج لعشرين فيديو تاني ياريت تركزوا معايا كويس انا عملت فيديوهات عشرين ومرفوعين عام للقناة وعملت فيديوهات منتاج وموجودين عندي على جهازي سواء كمبيوتر او سواء تليفون مش كل وقت ينفع ان انا انزل فيديوهات للناس غلط لازم اختار وقت كويس الناس تشاهد فيه المحتوى بتاعي لازم اختار التوقيت لازم اختار المسافة ما ينفعش كل يوم الصبح تصحى تلاقي اه قناة اكل بشوات بعتد فيديو هتتفرج مرة والتانية لكن التالتة والربعة والخمسة انت هتمل فلازم يبقى احسن الاشتياق شوية للمشاهد انه يستنى او ينتظر المحتوى بتاعي لما ينزل ممكن نقول فيديو كل اسبوع كل تلاتة ايام لكن مش كل يوم مش كل يوم فانزل عشرين فيديو مع بعض محدش هيتفرج محدش هيتشوف لازم قليل دائم خير من كسير زائل لازم اعمل النقطة دي في دماغي دي حاجة الحاجة التانية بنقول ان انا دلوقتي عندي عشرين فيديو عام الناس بتفرج عليهم وعندي عشرين فيديو تاني موجودين على الجهاز مفضلش انا لكنهم على الجهاز وابتدي ارفحهم على اليوتيوب غلط انا قاعد دلوقتي في شبكة واي فاي وفي انترنت والباقة تمام التمام وما فيش علي اي ضرر ارفع فيديو اتنين ثلاثة اربعة ارفع العشرين فيديو وخليهم كلهم خاص ما تخلهمش عام خليهم كلهم خاص هتقول لي انا استفدت ايه هقولك ان مثلا عندي ده اول واحد شاور ما دجاج مثلا انا رفعه لي مثلا اسبوع او لي عشر ايام فانا دلوقتي محتاج انا نزل فيديو ما عنديش نت ما عنديش الواي فاي انه يرفع لي جيجا او اتنين جيجا على اليوتيوب بعمل ايه با دغط بس كده بيجي الفيديو وبروح داخل على التعديل وبعدل من هنا الخصوصية خاص بخليها عام انا لو خليتها عام ودست حفظ فوق خلاص الناس كلها بتشوف الفيديو يبقى انا كسبت وقت يبقى الوقت اللي كنت هاخده في رفع الفيديو بقى في ثانية ليه انا بالليل واقعت فاضي وانت كويس معايا احمل فيديوهاتك كلها وخلاص اتخزنت عند اليوتيوب بعكس ما ييجي علي يوم ادور الاقي التليفون بتاعت شفر الفيديوهات اللي انا سجلتها اتماسحت اللابتوب بحصل له حاجة الكمبيوتر وقع الكسر الهارد باز يبقى انا دلوقتي بضيع شقة كتير وفيه تعب اللي هو ايه عشرين فيديو بحالهم اتنسفوا من على التليفون واحتاج سوفتوير او من على اللاب فانا طالما عملت الفيديو ارفعوا ارفعوا خليه خاص ما تخلوش عام خليه خاص تمام بالشكل ده هو موجود عندي وقت محبه بتدي اجيب الفيديو واشغله هشغله هبعده للعام والناس كلها هتشوفه يبقى انا بحقق كزا كزا ميزة اول حاجة مفيش حتة ان انا استغلت النت الباقة بتاعتي بتاع التليفون وخلصت بسرعة نمرة واحد نمرة اتنين بعمل لنفسي رتم ان كل يوم بنزل فيديو او كل تلات يام او كل اسبوع او كل شهر على حسب ما انت بتحب قناتك تمشي ازاي بخلاف ده كله ان انا بحافظ على الانتاج بتاعي انه ما يضعش انه ما يضعش في تليفون باز الكمبيوتر اتسرق اي حاجة لكن هو موجود عند اليوتيوب ممكن ادخل من اي سايبر من اي مكان من تليفون اي حد اكتب الايميل بتاعي والباسورد واخش على قناتي في اليوتيوب واروح ايه ايوة واروح منزل الفيديو يبقى انا كده بحافظ على نفسي دي بالنسبة لقيمة او هنا تتحافظ انا مش هنزل دلوقتي تجاهل مش هخلي الفيديو دلوقتي للعام هخليه خاص زي ما هو لان انا لسه منزل واحد دي بالنسبة للخاص والعام وكل الفيديوهات بيجيب لك كله لكن احنا اللي همنا مين هنا العام اللي الناس بتتفرج عليه دلوقتي كويس اوي هنا ممكن ارتبهم الاحدث او الاكسر مشاهدة لو رتبت الاكسر مشاهدة زي ما قلت لكم هتلاقوا فيلم البتاو السعيدي دول واخد الف مية وستاشر مشاهدة الف مية وستاشر وتمانية وخمسين تعليق كويس يبقى انا فهمت الامور بتمشي ازاي فهمت ان ليه الفيديو ده محقق زيادة عشان امشي على نفس الخطة بتاعته واعمل فيديو برضو يحقق زيادة وقناتي تشتهر وتجبر اكتر واكتر نرجع هنا عند قوائم التشغيل دي قوائم التشغيل اللي انا عملها على قناتي اكل بشوات واكلات واكلات اكل بشوات بس لو دخلت على واحدة منهم اقدر ان انا اعدل فيها وخلي الخصوصية عامة او احزفها او اخلي الترتيب يدوي او حسب الاقدم حسب الاحدث تمام لو في اي تساؤل انا معكم في التعليقات دي قوائم التشغيل التعليقات التعليقات دي مهمة برضو ازاي دي التعليقات اللي موجودة عندي بالقناة لازم كل تعليق يجيني على طول زي مثلا الاستاذ رجب ابو حمزة نزل تعليق ما سيبوش كده وخلاص ومشي لا 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 ستوب 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 الراجل تعب ودخل وتفرج وقال كلام كويس بالنسبالي يبقى لازم اقل شيء اديله قلب انت الوحيد منشؤ المحتوى اللي تقدر تدي للتعليقات قلوب اي حد غيرك بيدي اعجاب لكن انت هنا الوحيد اللي بتدي العلامة القلب فطبعا هو بيجي له رسالة ان صاحب القناة معجب جدا وحب تعليقك جدا فبالشكل ده انت بيتفاهم الراجل ده انت معايا انا شايفك انا معتز بيك انا بقولك تعالى على طول انا بقولك لما تلاقي فيديو جديد ما تنسانيش وتعالى تفرج تمام يبقى كل تعليق زي كده بنعمل له قلب فيه ناس بتقولك انعلقت لك وانت تقول لك ما حصلتش ما حصلتش تعليق بصوا فوق هتلاقيوا كلمة التعليقات المنشورة في الشريط الاحمر ده فيه فيه تعليقات في انتظار المراكع وفيه يرجح وجود محتوى غير مرغوب فيه محتوى غير مرغوب فيه انه ممكن يكون فيه سب او كلمة او رمز اليوتيوب شايفوا انه هو غلط انه يظهر فهو حاجبه لحد انت ما تخش تقول يرجح وجود محتوى دي وانتشوفهم بلاقي عندي فعلا فيه اتنين موجودين ايه اللي بيحصل تحفة اسلام الايادي يبقى ده انسان بيمدح ما بيزمش التعليق بقى ظاهر للكل ومش مشكوك فيه التاني تسلم ايدك اروح او ايدك موافقة ظاهر للكل لما بعمل رجوع واروح عند التعليقات تاني واشوف المنشورة هلاقي ان التعليقات اللي كنا لسه بنحكي عنها بقت موجودة هنا تمام اهو تحفة اسلام الايادي وراح عامل علامة القلب والتعليق التاني منوعات لوجه وميده متشكر وراح عامل القلب نرجع تاني دي للتعليقات وبعد كده دي هنا قل هنا قل هنا الرسم الاحصى بتاعي ده اللي بنستفد منه واشوف قناتي ماشية ازاي واشوف ازاي اقدر ازود التفاعل في قناتي وازاي ازود الافلام اللي الناس بدور عليها واتمنى ان اكون وفقت في الشرح معاكم واي تساؤل انا موجود معاكم واي تساؤل اي استفسار بخصوص برنامج يوتيوب استوديو انا معاكم في اي وقت واتشرفت بكم جدا وما تنسوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والاعجاب وتفعيل الجرس ودمتم بخير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر